السلام عليكم ازايكم النهاردة تكملة للحلقة اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده عن السكر وبلوية ايه هي انواع السكر الامنة يلا بينا مع البرومو ونشوف الفيديو في الفيديو القبل ده وضحنا لكم قد ايه ان السكر خطير جدا نحافظ ان احنا نتابع مع بعض لنهاية الفيديو ومنساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناة عشان نقدر نوصل لكم كل جديد السكر بيرفع الانسولين في الدم بيتدمر الكبد اكتر الناس اللي عندهم غازات دايما في بطنهم وبيحسوا ان هم بتقل كده ومش قادرين يتنفسوا بعد وجبة الاكل بتاعتهم بسبب كمية السكر الكبيرة اللي بيحطوها جوه الاكل السكر زي ما وضحت لك قبل كده هو عبارة عن حاجتين فاركتوز وجلوكوز الجلوكوز هو اللي يستخدم طاقة جوه الجسم الجسم يترجم ده ويحوله على طول طاقة عشان الجسم يبدأ يستغل الكمية اللي موجودة ولكن الفاركتوز بيروح للكبد الكبد بيتوه فيه ويبدأ يحوله لدهون عشان كده الناس اللي الكرش بتاعهم مرتفع من منطقة اللي تحت السدر دي بسبب وجود الفاركتوز كتير في اكلنا الفاركتوز موجود في كل انواع الفواكه لازم نبقى حذرين جدا واحنا بنأكل كمان الفواكه نبقى عارفين قد ايه ان الفكهة دي فيها كمية الفاركتوز كبيرة جدا ولا لا قلنا قبل كده كل انواع السكر عبارة عن سكر مصنع عبارة عن كينيا حاجة ضارة جدا بالجسم ده ابعد عنه خالص قوعة تتعامل معالة من قريب ولا من بعيد من اخطر ما يكون على صحتك مضر جدا بالصحة النهارده هقولك ايه افضل انواع السكر اللي ممكن تتعامل بيها وانت متطمن جدا السكريات الطبيعية زي اللي موجودة في جوز الهند زي البلح زي العسل دي سكريات طبيعية بس برضو المكون الرئيسي بتاعها فاركتوز وجزء كبير منه جولوكوز يبقى ما فرقش خالص عن السكر المصنع اللي احنا بنهرب منه اول الانواع الامنة جدا ايرثريتول مانيتول ساربيتول زايلتول مالتيتول الانواع دي كلها مصنعة من الكحل هتلاقي نهاية كل كلمة أول ولكن بعد الدراسات والابحاث والتجارب على الانواع اللي موجودة دي اتضح ان في نوعين هما اللي تأثيرهم قليل جدا على الدم مش بيعدوا فترة طويلة في الدم فبالتالي لما السكر ده بيدخل الجسم بيمتص بسرعة في الأمعاء الدقيقة وبيخرج للدم وبعد كده بيطير بسرعة ما بيحسش بيه الجسم يعني الكبد مش بيشتغل عليه ما بيحسش بمشكلة معاه اللي هو النوعين اللي هقولك عليهم اللي هو الارثريتول والبانيتول أما بقية الانواع للأسف الجسم بيبدأ يبعدهم من الكبد ولكن بيروحوا للكلة عشان كده خليك في أول نوعين دول أمينين وموجودين جدا في السوق المصري يعني الارثريتول بتلاقيه موجود في كتير قوي من المنتجات السكرية اللي ممكن تحلي بيها الأكل اللي تستخدمه إيه أأمن حاجة ممكن نستعملها وإحنا متطمينين ومعنناش قلق لأن الموضوع بدأ يبقى فيه أسام كتير ستيفيا ستيفيا دي نابتة النابتة دي أكترها فيبرز أو ألياف طعمها هي طعم السكر بالزبط ولكن أقل جودة شوية من اللي أنا أقولتلكو عليه من شوية الحاجات المصنعة من أصلك حل طعم السكر فيها أقل ولكن أنت تستخدمها بطريقة آمنة لأن هي مش مضرة وما بتأثرش على الكبد والكبد مش بيحس بيها فبتروح للدام وبتطير بسرعة جدا جدا ممكن أقولك على بعض الوصفات تستخدمها فيها يعني أنا بستعملها مع القهوة مع كيكة المج أعمل آيس كريم بالفراولة وشوية حليب ممكن برضو أستخدمها في صودا أعملها سموذي شوية عصاير بالتلك كل الحاجات دي أحل بيها المشروبات العشبية كل ده مع الستيفيا هتحس أن الطعم زي الفل قوي وما فيش فرق بينه وبين السكر العادي للأسف زي ما قلتلك في أول فيديو السكر مش مادة غذائية السكر حاجة بندخلها الجسم لمجرد الإشباع بيحسسنا أن احنا بناكل حاجة مسكرة أواع تعتمد عليه أنه هو حاجة غذائية يعني الناس اللي بتاكل بسبوسة وقطايف وكنافة ويكتر سكر ويحط شيرة والعسل والحاجات اللي بنعملها دي ده من أخطر ما يكون سكر الدم بيرتفع بتصاب بمخاومة أنسلين ممكن توصاب بالسكري وتزيد الأمور وتوصل لحاجات سرطانية خطيرة جدا بلاش سكر خليكم في الحاجات الأمنة اللي أنا قلتلكوا عليها وإن شاء الله دي سلسلة هنستمر فيها نقول كل المصائب بتاع السكر عشان نفيد بعض نوصل لحياة صحية وأمنة مع بعض أشوفكم على خير وما تنسوش تعملوا واشوفكم في بقية السلسلة بي 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا